دعا زعيم أتيارة صدرية سيد مقتدى صدر مجلس نواب الجديد إلى الانعقاد فوراً في مدة أقصاها الأحد المقبل لبحث أزمة البصرة ووضع حلول سريعة لها وشدد صدر في كلمة له على ضرورة وقف تدخلات الأحزاب والميليشيات والحجد الشعبي في شؤون البصرة دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد فوراً وبجلسة علنية استثنائية تبث علناً عبر القنوات الرسمية ليطلع الشعب على مجريات الأمور وبمدة أقصاها يوم الأحد القادم لا غير وبحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الموارد المائية ووزير الإسكان والإعمار والبلديات ووزير الكهرباء ومحافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس محافظة البصرة لوضع حلول جذرية وفورية آنية ومستقبلية في البصرة العمل على إنهاء التدخلات غير الرسمية في محافظة البصرة فوراً ولا سيما تدخلات الأحزاب والميليشيات بل والحشد الشعبي المجاهد للحفاظ على سمعته ترجمة نانسي قنقر